بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم ومرحبا في صحبة حلقة جديدة من برنامجكم لغة القرآن على شاشتكم المفضلة قناة الناس مشاهدي الكرام انتهى بنا المطاف في الحلقة السابقة عند نهاية قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم بعد ذلك ينتقل بنا السياق إلى أمر آخر يتمثل في قول الله تبارك وتعالى كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هنا يجب أن نلتفت إلى أن سؤالا بعد الآية التي سبقت سيثور انتهت بقول الله تبارك وتعالى بعد أن بيّن مصارف النفقات التطوعية التي هي الصدقات إلى أن يذيل الله أو أن يعلق الله على مطمون الآية بقوله وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ هذه الفاصلة أو هذه النهاية أو هذا التعقيب على الآية بكل ما فيها هو تمهيد في الوقت نفسه لقول الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ لماذا؟ أنهى الله الآية بقوله وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ كلمة خير كلمة عامة واسعة المدلول أي خير نكر عامة مسبوقة بمن زيادة في العموم والمعنى أي خير تفعله الله يعلم القتال المذكور في الآية التي بعدها يحتاج إلى جنود تقاتل وقيادات تخطط وتوجه وأسلحة يتم بها القتال وذخائر يتم بها مقاومة الأعداء ومحاولة إيقاف عدواناتهم والجنود لا بد أن يأكلوا وأن يلبسوا وأن يعالجوا كل هاتيك الأمور التي تلزم القتال الذي كتب علينا لا بد لها من أموال تنفق هناك بند في الصدقات اسمه في سبيل الله كل نشاط ينصر الحق والخير والعدل ويقاوم الباطل والشر والظلم هو سبيل من سبل الله في مقدمة هذه الأمور التي هي من سبيل الله القتال دفاعا عن الدين دفاعا عن الوطن حماية للمستضعفين حماية لأجواء الحياة من التهديد والوعيد ومشاكل ذلك فالآية كتب عليكم القتال متلائمة ومتلاحمة ومتعانقة مع الآية التي قبلها لأن نهاية الآية التي قبلها وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كأن هذا الكلام تمهيد لدفع النفوس إلى التبرع وإلى الإنفاق وإلى التطوع إعدادا لجيوش الأوطان التي تحمل أوطان وتحمل عقيدة وتحمل مستضعفين وتحمل حياة كلها تلكم أيها المشاهدون الكرام تمثل المناسبة بين الآية السابقة والآية اللاعقة أيضا هناك فيما مضى من آيات تعرضنا بالبيان والتحليل لقول الله تعالى يخاطبنا نحن المسلمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب البأساء والضراء القتال من أنواع البأساء وتحصل من القتال ضراء إذن هناك تلاحم سياقي بين الآية الكريمة والآيات التي سبقت فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد عدنا إلى حضراتكم من الفاصل القتال لم يكتب على هذه الأمة وحدها وإنما كتب القتال على الأمم التي كانت قبلنا نعم ليس ذلك الدعاء لنسوغ وجود القتال في ديننا إنما هي حقيقة مسجلة في التاريخ ووردت في الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم لقد كلف بنوا إسرائيل بالقتال مع موسى عليه السلام نعم قاتلوا قاتلوا الكنعانيين مع موسى عليه السلام كان فيه وقاتلوا وقاتلوا هذا أمر لكنهم كتب عليهم القتال ومارسوا القتال مع سيدنا موسى عليه السلام وأيضا 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 مارسوا القتال مع طالوت ومارسوه مع داود عليه السلام وغير بني إسرائيل ذو القرنين أمر بمقاومة ومطاردة الظالمين الذين كانوا في جهة المغرب من الأرض ليس المغرب العربي وإنما مغرب الأرض إذن القتال كتب على أمتنا كما كان مكتوبا على الأمم المواضي ثم بما نفسر ما حدث من قابيل لهابيل ألم يقل له لأقتلنك ألم يقتله بالفعل ألم يتحير كيف وأين يتخلص من جثة أخيه حتى لا تترك تأكلها السباع وتنهشها لوحوش فلماذا إذن يفترع على الإسلام ويدعى أنه دين قتال والقتال مشروع في غير هذه الرسالة فيما سبق على النحو الذي ذكرنا له أمثلة هي محاولات للنيل من الإسلام لكنهم لن يستطيعوا فإن الباطل مهما مد جناحيه وبسطهما يستحيل أن يحجب الشمس ومهما حاول هؤلاء الصغار الذين يحاولون أن يسيئوا إلى الإسلام بإلصاق تهم هو منها براء فإن الله عز وجل سيظهر الحقيقة اليوم أو غدا وإن غدا لناظره قريب كتب صيغة كتب هذه فيها خصيصة دلالية يعني لها طبيعة خاصة في الدلالة أما تلاقي كلمة كتب في القرآن أعرف إن معناها فرض وقضي وصار أمرا مقضية لا بد منه يقول ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى أي فرض عليكم فرضا قطعيا ويقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين والله تعالى في السياق نفسه يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأيضا هناك صيغة من هذه المادة تفيد الفرضية أيضا والحكم القاطع كتابة صيغة كتابة كتاب الله عليكم في سورة النساء وهناك في الأنفال لو لا كتاب من الله سبق لو لا كتاب لو لا حكم لو لا قضاء إذن هذه المادة فيها معنى الفرض والقضاء وأتصور أن هذا الفهم أو أن هذا هذه الشحنة المعنوية جاءت لهذه المادة اللغوية من أن القضاء أمضاه الله في عالم الأزل تفصيلا قبل خلق الدنيا فلما أمضاه كتب عند الله سبحانه وتعالى فالتعبير بمادة الكتابة هنا إيماء إلى أنه مقضي التعبير بمادة الكتابة عن معنى القضاء إيماء إلى أن هذا القضاء مكتوب فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد عدنا إلى حضراتكم من الفاصل كتب عليكم القتال لمن الخطاب ربنا بيقول لمن مدام النص في القرآن يبقى بيقول للرسول والمسلمين من حوله أسيادنا وشيخنا وعلماءنا الأفاضل من المفسرين رحمهم الله رحمة واسعة قالوا ذلك ونحن نرى أن نسلم بذلك لأشياخنا رضي الله عنهم لكن الكلام ليس مرتبطا بالذين نزل فيهم القرآن إنما هو مرتبط بكل من خلق الله من الإنس والجن إلى يوم القيامة من المؤمنين بهذا القرآن فهذا الكلام موجه من وراء الرسول والصحابة إلى المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها وإلى الجن إلى يوم القيامة نحن مخاطبون بهذه الآية وعلينا أن نعي دورنا تماما من خلال مضامين هذه الآية كتب عليكم القتال أي قتال تدور حوله هذه الآية القتال أنواع هناك قتال عدواني لاستعباد الناس وإذلال الناس وفرض الوصاية على الناس وولاية أمر الناس بالقوة ونهب ثروات الله التي منحها للناس وفرض سياسات معينة على أوطان معينة بصورة لا ترضي الله هذا قتال وهناك قتال لمقاومة ذلك هناك قتال لتحرير الأوطان وهناك قتال لحراسة الحدود والثغور وهناك قتال وهناك قتال لمطاردة المعتدين الغاشمين وهناك قتال لحماية المكاسب والمنجزات التي أنجزها أبناء الوطن هذا قتال هناك قتال لحماية العقيدة من أن تهان وأن تشوها وأن تفسد وهناك قتال لحماية شعوب مستضعفة لا تملك الدفاع عن نفسها كل هذه ألوان من القتال ففي أي نوع من هذه الألوان تحلق الآية الكريمة في آفاك أي نوع هذه الآية وكل آيات القرآن الكريم وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل مواقفه ومواقف الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القتال الذي مورس ويمارس وسيمارس في ظلال هذا الدين الحنيف القتال الدفاعي الذي يحمي الأوطان ويحمي المستضعفين ويحمي الحياة من التلويث ومن التهديد والتقريب وينشر الحق والعدل والخير والجمال والقيم ذلكم هو القتال في الإسلام الإسلام لا يعرف تلك الأنواع من القتالات الوحشية الهمجية الجشعة الطامعة التي تريد فرض هيمنة ووصاية وسيطرة على أمم الأرض المستضعفة البسيطة إنما القتال في الإسلام على مستوى القرآن كله وعلى مستوى السنة كلها ليس هناك إطلاقا ما يوجه إلى أن القرآن أو السنة دعوة أو حفزة أو رضية قتالاً وحشياً أو قتالاً عدوانياً أو قتالاً استعبادياً أو قتالاً فيه طمع وجشع ومص دماء ونهب ثروان إطلاقاً وعاش المسلمون في مكة المكرمة من حول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاماً يقاتلون يقاتلون ولو يقاومون يتلقون الإساءات ولا يردون لأن الله تعالى لم يسمح لهم في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة المنورة فقط نزل لهم الإذن بالقتال الدفاعي الذي هو القتال في الإسلام أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم بعد ذلك تنزلت الآيات الكريمة وقاتلوا في سبيل الله قتالاً طاهراً مقدساً من؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أيها الإخوة المسلمون الأكارم هذا هو القتال الذي تدور حوله الآية وآيات الكتال في القرآن والأحاديث التي تتحدث في القتال وعن القتال وحول القتال في السنة الغراء إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى الشاطئ الآخر من حلقتنا هذا حتى ألقاكم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله تحياتي إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر